مشاهدين ينضم إلينا من القاهرة مصباح أحمد رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم أهلا وسهلا بك يعني ما المهمة فعليا لهذا الحزب وما الذي يمكن أن يديره مدنيا في المناطق التي يسيطر عليها الدعب السريع بسم الله الرحمن الرحيم التحية لك والتحية للمشاهدين أولا أود أن أسبت نقاط محددة حزب الأمة القومي موقفه من هذه الحرب أعلنه منذ بداية الحرب بصورة واضحة وأيضا موقفه من الإدارة المدنية التي شكلتها قوات الدعم السريع سواء كان في الجزيرة أو غيرها من المناطق أيضا أعلنه في بيان رسمي ووضح موقفه منه وأكد أنه ليس لديه أي علاقة بهذه الإدارات ولا تمثل موقف الحزب بل العكس تماما أن حزب الأمة يعتقد أن هذه الإدارات يمكن أن تقطر لانقسام في الدولة السودانية وهو ما يتناقض تماما مع موقف الحزب ومبادئه أما فيما يتعلق بانتهاكات الدعم السريع في حزب الأمة أصدر بيانات واضحة وصريحة وهو الحزب الأكثر إصدار للبيانات سواء كان في الجزيرة أو في قيرها في الجزيرة وحدها أصدر الحزب أكثر من 12 بيان أدان فيها بصورة واضحة لا لبس فيها انتهاكات الدعم السريع وبالتالي ليس له علاقة بهذه الإدارات المدنية المشكلة وإن كان هناك أعضاء في هذه الإدارات لديهم انتماء لحزب الأمة فهم لا يمثلون لا حزب الأمة ولا مؤسساته وهم أصلا ليسوا جزءا منها وبالتالي هذا الموقف واضح أما فيما يتعلق بالاتهامات التي صاقها سيد مني منناوي لحزب الأمة القومي فهي مجرد مزايدة وتدليس مرفوض وليس له أي أساس من الصحة كان على سيد منناوي أن يتحسس موضعه الآن هو جزء من هذه الحرب وهو الآن يشكل الضلع الثالث في هذه الحرب ووالق فيها وفي الدماء التي أريقت وللأسف الشديد هو يحاول أن يهرب من مسؤوليته ومن خيباته في إدارته لإقليم دارفور وغيرها لخياراته حربا أو سلما لكن أمميا وانتهى به المطاف لتبنى رواية النظام البائد أمميا المسؤولية المسؤولية حسب كل التقارير الأممية وحتى نداءات الدولية ومن ما استنبطة من على أرض الواقع في السودان بأن كل من الجيش والدعم السريع يتحملان المسؤولية وبالتالي السؤال هنا تنسيقية تقدم كانت تقود ربما مفاوضات لحل وسط تقول بأنها حيادية واليوم حزب الأمة عندما يقوم بمهمات مدنية لمناطق يسيطر عليها الدعم السريع ما الذي يعنيه ذلك؟ أليست شرعنا إن صحة التعبير لقوات الدعم والحرب لم تحسن بعد؟ كما ذكرت لك أنفا أن الإدارة المدنية المشكلة من قوات الدعم السريع ليست لها علاقة بحزب الأمة القومي وكذلك أيضا حزب الأمة القومي وتنسيقية القوى المدنية تقدم يبذلون مجهودات حسيسة من أجل إيقاف الحرب وهو موقف معروف ومعلن وبالتالي في هذا الإطار يجتهدون في التواصل مع قوات المسلحة قيادتها وكذلك أيضا مع قيادة الدعم السريع من أجل الوصول إلى تفاهمات لإنهاء هذه الحرب هذا هو الموقف الذي نسير فيه وموقفنا من الحرب معلن ومعروف وكذلك أيضا من الجهود التي بذلتها القوى المدنية وعلى رأس حزب الأمة القومي أنها لأكثر من عام بذلت جهود حسيسة في تجنيب مدينة الفاشر المعارك الدائرة الآن وللأسف الشديد انحياز السيد مناوي وحلفائه لهذه الحرب هو من أجل الصراع في دارفور ومن أوصل الفاشر إلى هذه النقطة الحرجة التي نراها الآن وانسداد المعارك فيها ولذلك موقف القوى المدنية واضح جدا أنها ضد الحرب أنها تدعم خيارات السلام أنها تتواصل طيب ضد الحرب ولكن ما الذي يعنيه أن تستلم مهام مدنية والحرب لا تزال قائمة لمناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع نعم المهام المدنية التي ذكرتها هي ليست مهام مشرعنة من القوى المدنية هؤلاء أشخاص موجودين في مناطق الصراع اختارهم لأنفسهم أن يكونوا جزءا من الإدارات المدنية التي شكلت وهم لا يمثلون لا حزب الأمة ولا القوى المدنية الموجودة وليس هناك موقف واضح من حزب الأمة في هذا الاتجاه نحو تشكيل إدارات مدنية هذا الأمر بالنسبة لنا نحن نرى أن الحرب يجب أن تقيب ويجب أن تشكل حكومة قومية وطنية موحدة تدير أمر البلاد وتدير أمر الولايات أما في الوقت الراهن نحن نسعى لإيقاف الحرب وليس هناك أي اتجاه لدعم أي طرف من أطراف الحزب هذا أمر محسوم بالنسبة لنا وحيادنا واضح في هذه الحرب نحن حيادنا حياد إيجابي ليس تجاه أي طرف من الأطراف وليس لدينا علاقة بما يدور في مناطق الصراع إذا كانت مناطق التي سيطر عليها القوات المسلحة أو الدعم السريع وإنما نسعى لإيقاف الحرب عبر الجهود المبزولة وقبل موقفنا الواضح ورؤيتنا السياسية المعلنة لجميع طيب اليوم البرهان اتهم قوى سياسية بوقوفها مع قوات الدعم السريع طبعا من أجل حكم السودان ولكن لم يسمها من يقصد برأيك؟ أعتقد أن كل هذه الخطابات البرهان لم يسمي قوى بعينها ولكن قطعا دائما القوى المدنية هي الضحية عندما انقلبوا عليها أدانوها بأنها هي السبب وعندما احتربوا فيما بينهم أيضا كانت سهامهم موجهة للقوى المدنية للأسف الشديد أنهم لا يواجهون حقائقهم ولا يواجهون مصير الذي أوصلوا فيه البلاد يجب أن يكون واضحين بأن هذه الحرب التي بدأوها فيما بينهم أوصلت البلاد إلى هذا المنحدر ودمرت البلاد وأنهكت الشعب السوداني ويجب أن تتوقف هذا هو الخيار الصحيح الذي يجب أن يتخذوا ونحن ندعوهم إلى ذلك ونبزل الجهود من أجل أن نغنعهم بأن يصلوا إلى هذه الخيارات التي تجنب البلاد مزيدا من إراقة الدماء هو لم يحدد قوى بعينها ويعتقد أنه يعني القوى المدنية التي تناهد هذه الحرب وهم الذين يقفون في جانب الحرب من الطرفين يعتقدون أن خيار لا للحرب ما بالنسبة لهم هو كأنه خيار خيانة وبالتالي يتهمون القوى المدنية بذلك لكن سيد مسباح برأيك هل كانت هذه القوى المدنية التي لم يتم تسميتها إن لم تصطف مع أي جانب من المتناحرين في الحرب في السودان هل كانت لحقت بها هذه الاتهامات برأيك طبعا هذه الاتهامات هي ليست جديدة القوى المدنية ظلت متهمة خاصة القوى التي تدعو إلى تحول المدن الدمقراطي ظلت تتهم بهذه الاتهامات منذ أكثر من 35 عاما وبالتالي هذه الروايات وهذه الاتهامات هي اتهامات قديمة متجددة وصياقة لروايات رسخها النظام البيض وأصبحت هي جزء من الحملة الممنهجة ضد القوى المدنية وبالتالي أنا أعتقد أن الأمر ليس مرتبط بأنه إما أن تكون معي أو أنت ضدي ولذلك كل من يقف ضد هذه الحرب يعتقد الأطراف كلهم يعتقدون أنه ضدهم وبالتالي يصيقون هذه الاتهامات الغير مبررة مع أن الصحيح أنه يقف جميعا في صف السلام الذي ندعو له سيد أحمد لعلك تبعت مخرجات الاجتماع التشاوري بشأن السودان الذي قامت به جمعة الدول العربية وهي دعت إلى فرض هدنة في عيد الأضحى برأيك إلى أي مدى ذلك يكون ممكنا ويمكن تطبيقه على الأرض كان هناك سابقا مطالب في عيد الفطر بعد ما تمت الاستجابة من قبل الطرفين الدعم السريع ومجلس السيادة لم تطبق هل ذلك مختلف اليوم؟ هل يمكن أن ننظف هدنة في عيد الأضحى؟ أنا أعتقد أن الإرادة الدولية الآن جلها موحدة خلف موقف واحد موقف الوصول إلى تفاهم لوقف إطلاق النار في سودان وتحقيق السلام ولذلك في هذا الإطار نحن أعلن دعمنا لكل الجهود المبزولة إذا كانت من الجامعة العربية أو جمهورية مصر العربية أو عبر المبادرة جدة أو الاتحاد الأفريقي بأن كل هذه الجهود يجب أن توحد باتجاه واحد للضغط على الطرفين للوصول إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار وأعتقد أن المجتمع الدولي الآن أدرك بصورة أساسية أن الطرفين يسيران للبلاد نحو الانهيار الكامل وبالتالي لا بد من الوصول إلى تفاهم لوقف إطلاق النار نحن ندعم هذه الخيارات ونعتقد أنها صغيرة أشكرك جزيلا شكر كنت معنا من القاهرة مصباح أحمد رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القوم عضو تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم ترجمة نانسي قنقر